السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات حلقة جديدة بعنوان أسلحة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ في باب ما جاء في صفة سيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الحلقة من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة السيف هو طرف من مقبض السيف حتى لا يسقط من اليد حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاد بن هاشم حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة وهذا حديث ضعيف حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيد الحدادي عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا ما معنى حنفيا حنفيا هي كانت في هذا الوقت مثل ماركا أو براند هي كانت من صناعة بني حنيفة التي كانت تشتهر بصناعة السيوف هذا الوقت وكان السيف على هيئة هذه الصناعة ندخل الآن نتطرق إلى باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد بن عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا يوسف بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحا تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحا درعان ما معنى درعان أو تفسير هذا الحديث يعني أولا الدرعان هي مثل الدرع والدرع هو قميص يصنع من الحديد ويلبس حماية من السلاح والدرع هذا أنواع يوجد درع كله حديد عبارة عن صفيحة من الحديد واحتمال يكون فيه سلاسل متصلة مع بعضهم كيف لبس الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث درعان هذا سؤال مهم معنى هذا أي لبس أحدهما فوق الآخر هكذا يلبس الدرعان اثنان فوق بعض أي لبس درعان على بعض ثم في الحديث أيضا يقال نهض إلى الصخرة ما معنى نهض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة نهض الرسول صلى الله عليه وسلم على الصخرة حتى يراه المسلمون ويثبتوا في المعركة هذا الحديث يتحدث عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفة الذي ذكر فيها هذا الحديث من هو طلح في هذا الحديث الذي أقعده الرسول صلى الله عليه وسلم تحته حتى يصعد على الصخرة من طلح هذا؟ طلح هو طلح بن عبيد الله وهو كان صحابي معطاء ومن كثرة جروحه في هذه المعركة شلت يده أحد يده شلت صبت أصاب يده الشلال أحد يديه وقد شهد كل الصحابة أن يوم أحد هذه الغزوة هي غزوة أحد وشهد كل الصحابة أن يوم أحد كان كله لطلحه وذلك من كثرة دفاعه عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حديث آخر حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما ما معنى ظاهر بينهما؟ ظاهر بينهما أي لبس أحداهما فوق الآخر نتطرق الآن إلى باب ما جاء في صفتي مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قطيب بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دقل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأسدار الكعبة فقال اقتلوه ما معنى مغفر؟ المغفر هو درع يلبس على الرأس ويسمى الآن باسم الخوذة ومن هو ابن خطل؟ ابن خطل هو أحد الأسماء التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم جوب قتلها وهو عبد الله بن خطل وهذا الحديث عن فتح مكة وفي فتح مكة كان هناك عفو عام عن المشركين إلا بعض الأسماء الذين ارتكبوا من الجرائم الكبيرة التي تصنف ضمن الجرائم التي يستحق صاحبها القتل مثل عبد الله بن خطل الذي كان مثل وزير الإعلام في ذلك الوقت في قريش وكان لديه خادم مسلم وقتله وكان يقلب هذا الرجل يقلب قريش على الرسول والمسلمين دائما وكان يهجو الشعر در رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لديه جاريتين يفنون بهجاء الرسول والمسلمين والغريب في عبد الله بن خطل أنه كان مسلما ثم انقلب على الإسلام والمسلمين فسبحان الله حديث آخر حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما نتطرق الآن إلى باب ما جاء عمامة النبي سنترك هذه العمامة في حلقة قادمة إن شاء الله لأنها ليس لها علاقة بموضوع أسلحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأننا خصصنا هذه الحلقة لنتحدث فيها عن ما جاء فيه عن أحاديث تروي لنا وصف أو شكل أو تشرح لنا بعض الشيء عن أسلحة الرسول وكما ذكرت في أول الحلقة أننا استنتجنا هذه المعلومات أو أتينا بهذه المعلومات من كتاب الشمائل المحمدية التي بدأنا خلقاتها في الشهور السابقة للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي الذي ولد عام 209 هجريا وتوفي رحمة الله عليه سنة 279 هجريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر